طيب نروح للمعسكر هيبتدي يوم عشرة إن شاء الله ويستمر لغاية يوم 18 زي ما قلت لحضراتكم نروح لروجيرو ميكالي اللي بيحط يعني الرطوش النهائية على معسكر المنتخب الأوليمبي عشان يستعد طبعا المشاركة في كاس قوم أفريقيا تحت 23 سنة البطولة دي هتصطدفها المغرب في نفس الشهر ده في الفترة من 24 يونيو لغاية يوم 8 مايو ودي البطولة اللي هيتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لدورة الألعاب الأوليمبية في باريس فكل التوفيق لمنتخبنا الوطني الحقيقة يمكن البطولة الألعاب الأوليمبية السنة الجاية نتكلم في 2024 وبالتالي إن شاء الله بإذن الله يكون المنتخب الوطني قادر على يعني الهدف الأساسي إنك تتأهل لكن يا حبازة لو تأهلت متصدرا أو متفوقا أو متواجد بلقب بطولة أمم أفريقيا عملناها قبل كده وروحنا توكيو ونقدر إن شاء الله بإذن الله اللي نعملها تاني وأتمنى النجاح لروجيرو ميكالي في تجربته مع المنتخب المصري منتخب يمكن أو يعني جاز الفني عمل مؤتمر صحفي أو هيعلن عن مؤتمر صحفي هيتكلم فيه السبت الجاية عن كل التفاصيل اللي خاصة بمعسكر المنتخب اللي يبدأ إن شاء الله بإذن الله يوم 12 اللي جاي هيعمله معسكر في اسكندرية وبعد كده هيكون أثناء المعسكر فيه مباراة والدية مع منتخب غانا يوم 15 وبعد كده إن شاء الله الصفر مصر فيه البطولة دي هيكون معاه مالي والكاميرون والنيجر والمجموعة الأولى فيها المغرب البلد المظيف أو البلد اللي بيصطدي في البطولة ومعه غانا والكونو وبرازفيل وغينيا وأول مطشطنا بإذن الله في البطولة هتبقى يوم 25 أمام النيجر في السن ده يعني جنبي علمتنا إنه في السن ده مفيش توقعات ممكن تظن على إنه المجموعة سهلة أو إنه مفيش يعني منافس ليك فيها غير الكاميرون ده ممكن ينطبق على الكبار لكن على الصغار القصة تانية وأفريقيا يوم بعد يوم بتتغير فبالتالي محدش عارف مستوى النيجر إيه محدش عارف مستوى الكاميرون إيه اللي نعرفه منتخب مصر وإن شاء الله بإذن الله يكون قادر على المنافسة والتأهل للأولمبياد ميكالي يوم السابت الجاي هيعلن قايمة فيها أو هتضم أسماء 23 لعب في قايمة المنتخب ودول الأسماء اللي هيتمن إن شاء الله بإذن الله صفرهم للمغرب عشان يشاركوا في البطولة وهيكلم في المؤتمر برضو على كل التفاصيل الخاصة بمعسكر إسكندرية مواعيد السفر للمغرب وكل الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر في البطولة نروح للأخبار العالمية ولا نخلي الأخبار العالمية مع ديوفنا طيب خلينا نروح لفاصل خلينا نروح لفاصل ونرجع نشوف موضوع الأخبار العالمية